السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نكمل مع بعض شرح الدرس الاول عناصر المناخ من الوحدة الاولى المناخ والنبات الطبيعي من منهج الدراسات الاجتماعية للصف الاول الاعدادي الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لاسلكم الكل جديد والضغط على زر الاعجاب شرحنا في الدرس السابقة عناصر المناخ الجزء الاول من الدرس شرحنا درقات الحرارة والجزء الثاني شرحنا الضغط الجو والرياح في هذا الجزء من الدرس سوف نشرح الامطار سالسا الامطار نتيجة لتسخين حرارة الشمس للمسطحات المائية يتصعد بخار الماء وتحمله الرياح من مكان لاخر فيتكاسف وتسقط الامطار حرارة الشمس بتسخين المسطحات المائية نتيجة لذلك يتصعد بخار الماء بخار الماء تحمله الرياح من مكان لاخر فيتكاسف وتسقط الامطار طب ايه انواع الامطار عندنا اول نوع الامطار التصاعدية الامطار التصاعدية ايه اسباب سقوطها اسباب سقوطها صعود الهواء الساخن يبقى الهواء الساخن يتصعد الى اعلى الهواء الساخن ده محمل بخار الماء إذن صرود الهواء الساخر المحمل ببخار الماء إلى طبقات الجو العليا فيبرد الهواء ويتكاسف ما به من بخار الماء هيحصله للهواء المتصاعد إلى أعلى يبرد فيتكاسف ما به من بخار الماء ويسقط على شكل مطر غزير مناطق سقوطها تسقط على المناطق الاستوائية يبقى الأمطار التصاعدية بتسقط على المناطق الاستوائية يبقى هنا عندنا الأمطار التصاعدية صعود الهواء الساخن المحمل ببخار الماء إلى طبقات الجو العليا فيبرد الهواء ويتكاسف ما به من بخار ماء ويسقط على شكل أمطار غزيرة مناطق سقوطها المناطق الاستوائية ثاني نوع معنا من الأنواع الأمطار الأمطار التضاريسية الأمطار التضاريسية أسباب سقوطها استضام الرياح المحملة ببخار الماء بالجبال إبعا عندنا رياح محملة ببخار الماء تصطدم بالجبال فتصعد إلى أعلى فيبرد الهواء ويتكاسف ما به من بخار ماء ويسقط على شكل مطر يسقط على شكل مطر يبقى عندنا رياح محملة ببخار الماء تصطدم بالجبال تصعد إلى أعلى يبرد الهواء ويتكاسف ما به من بخار ماء ويسقط على شكل مطر رقم ثلاثة الأمطار الإعصارية الأمطار الإعصارية أسباب سقوطها تقابل الهواء البارد مع الهواء الساخن المحمل ببخار الماء فيصعد الهواء الساخن لأعلى فيبرد ويتكاسف ما به من بخار الماء ويسقط على شكل مطر مصحوب بالبرق والرعد أسباب سقوط الأمطار الإعصارية أين؟ الهواء البارد يتقابل مع الهواء الساخن المحمل ببخار الماء فيصعد الهواء الساخن إلى أعلى فيبرد ويتكاسف ما به من بخار الماء ويسقط على شكل مطر مصحوب بالبرق والرعد التوزيع الجغرافي للأمطار في العالم يختلف توزيع وكمية المطر من مكان لآخر على سطح القرى الأرضية يقول لك بما تفسر يختلف توزيع وكمية المطر من مكان لآخر على سطح القرى الأرضية وذلك نتيجة لاختلاف أنواع الرياح واتجاهاتها وأنواع الأمطار هنا قدامنا دي خريطة توزيع المطر خريطة توزيع المطر فيه عندنا مناطق غزيرة الأمطار دي مناطق غزيرة الأمطار ومناطق متوسطة الأمطار هنا مناطق متوسطة الأمطار مناطق نادرة الأمطار بدراسة الخريطة السابقة نجد أن توزيع المطر كالآتي مناطق غزيرة المطر مثل المناطق الواقعة حول دائرة الاستواء وهي المناطق الاستوائية فهنا عندنا مناطق غزيرة المطر مناطق واقعة حول دائرة الاستواء في مناطق متوسط المطر مثل المناطق الواقعة على الساحر الشمالي للبحر المتوسط في أوروبا يبقى المناطق الواقعة في الساحل الشمالي للبحر المتوسط في أوروبا دي مناطق متوسط الأمطار وفي أمريكا الشمالية دي مناطق متوسط الأمطار في بعد كده عندنا مناطق نادرة المطر مثل الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا مناطق نادرة المطر مثل الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا قعد هنا الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا دي مناطق نادرة الأمطار أثر الإنسان على المناخ أفرط الإنسان في استخدام التكنولوجيا المضرة بالبيئة خلال العصر الحديث فيقول لك ما النتائج فتقول أدى ذلك إلى حدوث بعض التغيرات المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة انتشار الجفاف والتصحر انتشار الأعاصير هنا عندنا انتشار الجفاف والتصحر وانتشار الأعاصير في جهات مختلفة من سطح الأرض إذا إفراط الإنسان في استخدام التكنولوجيا المضرة بالبيئة خلال العصر الحديث أدى إلى حدوث بعض التغيرات المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة انتشار الجفاف والتصحر وانتشار الأعاصير تدريب رقم 3 سين واحد اختر إجابة صحيحة مما بين القوسين رقم 1 تتميز المنطقة الاستوائية بأن أنطارها إعصارية تضاريسية تصاعدية موسمية أمطارها تصاعدية فنختار تصاعدية رقم 2 أي من المناطق التالية يسقط بها أمطار متوسطة هل السواحل الجنوبية لأوروبا شمال أمريكا الشمالية شمال آسيا وسط أستولاريا فنقولي السواحل الجنوبية لأوروبا رقم 3 يغزر المطر أقصى جنوب آسيا وسط أفريقيا وشمال أمريكا الجنوبية حوله مدار الجد مدار السلطان دائرة الاستواء الدائرة القطبية الشمالية دائرة الاستواء في رقم 4 ينتج عن تقابل الهواء البارد مع الهواء الساخن محمل ببخار الماء سقوط الأمطار الإعصارية التضاريسية التصعودية الموسمية الأمطار الإعصارية سنة 2 أكتم تشير إليه كل عبارة مما يأتي 1 أمطار تسقط نتيجة صعود الهواء الساخن المحمل ببخار الماء إلى طبقات الجو العليا دا تعريف أمطار تصعودية 2 أمطار تسقط نتيجة استضام الرياح المحملة ببخار الماء بالجبال دا أمطار تضاريسية دا تعريف الأمطار التضاريسية فنكتب أمطار تضاريسية 3 منطقة نادرة المطر توجد شمال إفريقيا الصحراء الكبرى السؤال 3 بما تفسر حدوث تغيرات مناخية حديثا مثل ارتفاع درجة الحرارة في العالم لأن الإنسان أفرط في استخدام التكنولوجيا المضرة بالبيئة خلال العاصر الحديث هنراجح مع بعض الدرس أهم من نقاط الدرس أهم المصطلحات ومفاهيم الدرس عندنا أول حاجة خذنا الطقس الطقس قلنا وصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة قد تكون يوم أو يومين أو أسبوع من حيث الحرارة والضغط الجو والرياح والأمطار أما المناخ متوسط حالة الجو في فترة زمنية طويلة من حيث الحرارة والضغط الجو والرياح والأمطار الرياح هواء يتحرك أفقيا من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض الرياح دائمة الرياح التي تهب بانتظام مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض الرياح موسمية الرياح التي تغير اتجاهها موسميا بين الصيف والشتاء رياح محلية رياح زاد تأثير محلي تهب فوق مناطق محدودة من سطح الأرض نسيم البر والبحر رياح تحدث نتيجة اختلاف درجات الحرارة على اليابس والماء المتجاورين أثناء النهار والليل بعد كده عناصر المناخ الحرارة الضغط الجو والرياح الأمطار الحرارة قلنا أهم عناصر المناخ لأنها تؤثر في باقي عناصره الشمس المصدر الوحيد للضوء الحرارة على سطح الأرض وقلنا العوامل المؤسرة في اختلاف درجات الحرارة على سطح الأرض هي أول حاجة قلنا اختلاف الموقع بالنسبة لدوائل العرض والتضاريس والقربة أو البعدة عن المسطحات المائية والغطاء النباتي وطول وقصر النهار أما الضغط الجو والرياح قلنا يؤدي اختلاف درجات الحرارة إلى اختلاف مناطق الضغط الجوي فيتحرك الهواء من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض على شكل الرياح وخذنا أنواع الرياح قلنا الرياح دائمة تتمثل في الرياح التجارية وتهب من منطقتين الضغط المرتفع عند دائرتين عرض 30 درجة شمالا وجنوبا نحو منطقة الضغط المنخفض عند دائرة الاستوار وقلنا الرياح العكسية تهب من منطقتين الضغط المرتفع عند دائرتين عرض 30 شمالا وجنوبا نحو منطقة الضغط المنخفض عند الدائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية وبعد كده خذنا الرياح القطبية قلنا تهب من منطقتين الضغط المرتفع عند القطبين الشمالي والجنوبي نحو منطقتين الضغط المنخفض عند الدائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية وبعد كده قلنا الرياح الموسمية مثل الرياح الموسمية الصيفية والشتوية وفيه رياح محلية مثل الرياح الخمسين بمصر ورياح الهبوب بالسودان وخذنا نسيم البر والضح بعد كده تكلمنا عن الأمطار وقلنا أنواحها أمطار تصاعديا تحدث نتيجة لصعود الهواء الساخن المحمل ببخار الماء إلى طبقات الجو العليا فيبرد الهواء ويتكاسف ما به من بخار الماء ويسقط على شكل مطر غزير وخذنا أمطار تضارسية قلنا تحدث نتيجة الاستضامة الرياح المحملة ببخار الماء بالجبال فتصعود إلى أعلى فيبرد الهواء ويتكاسف ما به من بخار الماء ويسقط على شكل مطر وخذنا أمطار إعصارية تحدث نتيجة لتقابل الهواء البارد مع الهواء الساخن المحمل ببخار الماء فيصعود الهواء الساخن إلى أعلى فيبرد ويتكاسف ما به من بخار الماء ويسقط على شكل مطر مصحوب بالبرق والرعب بعد كده تكلمنا عن أثر إفراط الإنسان في استخدام التكنولوجيا المضرة بالبيئة على المنطقة المناخ فقلنا حدوث تغيرات مناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة انتشار الجفاف والتصحر وانتشار الأعصير ويبكده يكون وصلنا معكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة